نتكلم بالراحة عندما رأى المدريدي يكون عنده أدوات أنه يغير في خطته مثل ما هو عايز على خطر لعبته عنده مرورة اكتكية والمدرب الذي على الخطه عنده مرورة اكتكية و عندما يلعب 4-2-3-1 في ماتشة مثل ماتشة النهاردة ضد ميوركا و عندما يلعب قدام فلنسيا مطبعة 3-3 و عندما يلعب في ماتشات مثل 4-4-1 و يكسب في كل ماتش و كل ماتش بيرايح لعب أو 2 أو 3 أحيانا و بيرايح الفرقة كلها و كمان اللاعب اللي راجع من النصابات طيولية زي سانسيو جاهز بدرينه و يتكسبه ماتش يبقى رأي المدريدي يستحيعي أخذ الدورة عندما يستحيعيش أخذ الدورة يا مؤمن هتقول لي الموضوع موضوع التحكيم الموضوع أبعد بكتير أولا فكرة التحكيم الموضوع موضوع أنك لما تكون في أزمة وتعرف تخلي الأزمة دي هي حاجة ممتازة جدا بالنسبة لك يعني لما تلعب 4 ماتشات في 10 أيام وتكسب 4 ماتشات في 10 أيام وتوصل أنت لصدرت الدوري لا يا عم الموضوع أكبر من التحكيم بكتير الشغل نفسك اللي ايه بس ده ما يمنع شون الجون الأول فاول برضو على دانيك رفاخان بص انا عارف انا تيتا ده و عارف انا الجاة و ممكن يكون فاول على دانيك رفاخان ممكن يكون الحاكم غلط فيها و لما تعادت و دخلت جون بقى مضطرين ان هم يحسبها عشان خاطر و معندهم شي استعداد يخبطوا في أي حاجة عشان هم موضوع ريال مدريس فلو عادت اشتغل نفسك و تبص على كل خطأ تحكيم باستفاد بيه الفريق كبير اللي هتلاقي ان فيه حاجات كتيرة قوي بس انت بقى لازم تفكر الموضوع ماش ازاي شفت انت زيدان لما حاول غير اللي حصل لقيت اسانسي و وقفينها الخط اساسا و جارس بين اللي زينك دي زيدان عنده مشكلة معاه مع ذلك استخدمه علشان خطر هو محتاج يرايح اللعيبة عنده و كمان خمس مدريك زي اللي زيدان ما كانش مكتنى بيه اساسا لانان مدش اللي بات اساسي علشان خطر زيدان بيرايح لعيده في نص الملعب الراجل بيتعامل معاملة عبقرية جدا في ضغط المباريات الراجل دكيته كلها جاهزة لأي وقت هتنزله فيه الملعب هتعملوا انت عزينه لسه يا جماعة كل حاجة زينك زيدان ماسك فيها بايده واسنانه جوه الفرقة زيدان مسيطر على الفرقة زيدان عنده دكة كفيلة لانه يعمل خمس تغيرات وست تغيرات لانما في برسلونة نحن بلتغير تغير بالعافية فهنود نقول لا يا جماعة قص التحكيم لا مش تحكيم الموضوع اكبر من موضوع تحكيم الموضوع منظومة منظومة فريق منتازة جدا في منظومة برسلونة الكلام كله رياحو ميسي ورياحو بوسكتس ورياحو اللعبة الكبيرة علشان خطر هم مش حمل هم حمل بس التحكيم جاي علينا يا حمي ازدائي اساسا ودين كوتراتهم البدنية كانت تعبانة قبل الماتشات الكتيرة رجعت بعد الفيروس فمش هيعرفوا ليهدوا الاداية اللي انت مستنين منهم لا اهو التحكيم عايز ريال مادرية اخدوا الدور يبني ما هو بيكي عنده مشكلة في التعامل مع الاربع ماتشات بدنيا زي الزفتة اساسا فلو ملعب مع اربع ماتشات موت لحمة كل تلات تيام ماتشة هتاني بيكي زي الزفتة فهيدي اي تصريح وهيخليك انت تتعفش فيه اعطي فرج النهاردة على ماتش ريال مادريد وريال ميوركا بزمتك مهما الجنة الاول كانت وقته تأخر ما كانش هيتم يحفظ الادا في الاول كنت تتلاقي ان ريال مادريد هجيبي الثاني والثالث بس انت بقى انت مصمم ان الحكام بيخدمه ريال مادريد لا معلم بجد الموضوح اكبر من موضوح حكام يعني ما علا في الوقت اللي قدرت برشلنا وتخلص فيه على ارسول وديب يالتش ريال مادريد كل ماتش بتلاقي ان فيه لعيبة شباب بتنزل وتعمل حالات كتير يا رجل ده حتى قوب اللي انت كنتم استنتع بيقول ده من ريال ميوركا ده العبرة يحلون اعارة من ريال مادريد وريال مادريد هيسترده في اخل الموصل غير اداء فينيسيوس غير الفريش العالمي اللي عمله فينيسيوس غير الناس مستنياها من ايدن هزارده وتأقليمه في الفرقة غير الناس مكبرة تحمله مع جارس بيل غير ان الناس حتى امال على كريم يزيمة ده ريال مادريد فريق ومنظومة منظومة تستهل النجاح ومنظومة تستهل التطيوب الدولي غير ان هم بصراحة ربنا النهاردة كانوا منتزل جدا جدا جوا الملعب حتى هم بيلعب 4 2 3 1 وادن هزارده بيلعب مهاجم تاني وادن هزارده بيلعب مهاجم تاني وادن هزارده بيحبها احرام نكايف كل حاجة على شخاطر ادن هزارده ادواتنا تسمح لنا لعبنا تسمح لنا مدربنا عنده مرة تكتيكية الدنيا بالنسبة لهم في ريال مادريد مصدبطة اخر كلام وكل حاجة بالنسبة لهم سلكة حتى الماتشات اللي بقى ممكن تلاقيه ماتشات سهلة مع الماتشات برشلونة يعني ريال مادريد لما خلصت على نفسه هلقى ان هو بسهولة جدا هو بطل الدولة ريال مادريد لو فضل ماشي بنفس الوتيشن اللي بيحصل ونفس القابلية من اللعبة ان هي تكون في الملعب ماتشو ماتش تانى على الدكة زي مرسله هكون الموضوع منتاز جدا الوحيد اللي لسه متغيرش ودانيك الربخال لسه موجود بديل لداني ولو في بديلي اضمنك ان ازيدانك لكن دانيك الربخال وقت طول جدا على الدكة ريال مادريد يستحيل ان هو يكون بطل الدولة السنية يسيبك من كلام كتير اوى بتاع الحكام وكلام ده لان لو دخلنا بضغط الحكام هلان احنا مش نعرف نخرب ريال مادريد منتاز جدا جوا الملعب منتاز جدا حتى رمص النهاردة اللي بلعب فاول عالمي ولا احلى ولا اروع ولا امتع وجونه عالمي جدا ممكن تتعطي فرق عليه حد ما تشبع لانه بجد هدف ممتاز جدا ريال مادريد يستحق ان هو ياخد بطولة علشان خاطر دي منظومة تستهل ان هي تكون نجحة وتستهل ان هي تتوق في النهاية ببطولة وبلاقة ويثبت النجاح اللي كان حاصل جوا الملعب ده زيدان ممكن يكون عنده مشاكل كدير بس ممكن تكون واحدة من ميزات اللي فادت زيدان هي توقف النشاط ورجوع النشاط في المتشاط مضغوطة في حين نفسك رئيسي في المتشاط المضغوطة عنده مشاكل كدير اوى في الدكة وعنده مشاكل كدير اوى في جودة اللعيبة الاحتياطية عن اللعيبة الاساسية وانما انت في رائل مادريد اللعيب الاحتياطي بيتنافس مع اللعيب الاساسي على المركز اساسي جوه الملعب والاثنين مفيش مرواية كديرة اوى ما بينهم وبين بعض فبتلاقي ان اللعيب اللي على الدكا لما بينزل جهة الملعب بتلاقيش ان انت حاسس ان في اي مبهار حصل او اي حاجة لان هو نفس المستوى هو هو نفس الاداء وهو نفس الاسلوب اللي بيفرق بس شوية تحت تفاصيل وحاجات بسيطة ما بين اللعيبة يعني مثلا فردريكو في البرد النهاردة كممتازوة بلعب ديفندر اوقات كتيرة جدا كنت بتلاقي ان كزاميرو وممتازوة بلعب ديفندر بس النهاردة لو حطيت مكان فردريكو هتلاقي ان الموضوع ليس مختلف كتير خصوصا لانا دماتش قدام مايوركا ومش هيبقى فيه هبوم كتير جدا مايوركا الفرقة اللي غالما كده هتغبط رسميا اخر السنة ففيه حاجات كتيرة جدا كممسهيلة على ريال الموضوع فيها حاجات كممسهيلة على زير الدين زيدان اللي هو بيعمله زي جودة اللعيبة اللي عنده على الدكا وزي التنفسية والروح العالية جدا اللي موجودة بقول الفرقة لا فرقة استحانة بتوقف ببطولة وانا برشولينو بقول لك الكلام ده وقول لك الامانة هم يستحانون من دور السنة ده علشان خاطر هم الاجهز وهم الامتع وهم اللي يتطوروا كل ماتش والتاني وهم اللي ممكن ماتشاط والمكسب يدينهم ثقة عندك انت انت بتكسب وانت ما عزيلك الثقة عمالة بطولة بص شير اتكلم في برشولينو انه ده حكاية وحوديد تانية خالص قلت نبروك لكل مدريدي على السعود للمنصة رقم واحد في اسبانيا وان احنا اخيرا نتصدر ليجا بعد ما صدرناها مبارح والتصدر اللي بتغير كل 12 ساعة ده الف مبروك يا صديقي مش تخسر حاجة اللي عملت لك لأخيك هذا ولا انت تخسر شيء انت عمتنا وعمت سابسكرايب